وفي إطار المبادرات الرئاسية حياة كريمة أكد محافظة الغربية طارق رحمي أن إجمالية عدد مشروعات تبطين وتطوير الترع في مركز زفتة بلغ 34 ترع بنسبة إنجاز تخطط 51.2% وبإجمالية تكلفة تطوير تصل إلى 540.7 مليون جنيه وشدد رحمي على الحرص الدائم على استمرار المتابعة الميدانية لكافة الأعمال التي يتم تنفيذها وذلك لضمان تنفيذ كافة المشاريع بأعلى جودة والانتهاء منها في الوقت المحدد وذلك لضمان حياة كريمة لكافة المواطنين بقرى مركز زفتة